السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الانتر يرحل الى فيينا من اجل مباراة الاوروباليغ بدون قائده مورو ايكاردي الذي تم تجريده من شارة عميد فريق النيرازوري ليصبح حارس المرمى هندانوفيتش هو القائد الجديد القرار اتخذته ادارة النادي اللومبردي قبل التوجه الى النمسا ليصبح خبر الساعة في ايطاليا تجريد ايكاردي من شارة عميد الانتر هو خبر بصدا كبير لان موراء ذلك سيكون فتح باب الميركاتو والرحيل عن الانتر فنحن نعلم انه في الاشهر الماضية كان هناك نقاش ومفاوضات حول تجريد العقل يأتي ماروتا ويجد هذا المشكل ويأتي بعده قرار تجريد شارة العميد من ايكاردي لتمنح لهندانوفيتش لكن الانتر رغم ذلك يبقى منتشيا بفوز مهم في الدور على بارما فوز اعاد نوعا ما الثقة الى مجموعة سباليتي من اجل تحقيق انطلاقة حقيقية في سنة 2019 بعد الثلاث نتائج سلبية تضمنت خروجا مخيبا من كاس ايطاليا سباليتي وحتى يخرج من ازمته فهو مطالب بفوز على سريع فيينا الذي ورغم توضعه وخسرته في الدرب المحلي بحسن ثقيلة الا انه فريق يجب الحذر منه لهذا وفي اخر مرار لنيراتزوري قبل التوجه الى النمسا قام لوتشانو بمعالجة بعض الامور في الدفاع ووسط الميدانة مع تطبيق خطط لتفعيل خط الهجوم كل ذلك في اجواء هادئة تخلى لها تركيز كبير من طرف اللاعبين مباراة الاوروباليغ ضد سريع فيينا تبدو ورقيا سارة على نيراتزوري المطالب بالفوز فيها حتى يلاقي جمهوره على ارضية هذا الملعب وهو منتش بالفوز الثاني وعلى التوالي عبد المجلس باوي بي ان سبورت اشتركوا في القناة